السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلة أخرى من مشاكل الشابات وأسأل الله أن يجعلنا ممن اتعظى بغيره وسمع مشاكل الآخرين فأعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه فأعرف هذه القصص وأعرف هذه الأمور فأتجنبها وأقول يا رب أبعدني عنها فتاة تقول أنا كنت ممن يتساهل بالشات ويتساهل بمراسلتي أي أحد يأتي حتى وقعت في محبة شاب ما استطعت أن أخرج من هذه العلاقة تطورت المراسلة بيننا وبدأ يراسلني وبدأت أراسله حتى كبرت ووصلت إلى مرحلة الحب والعشق فشعرت أنني على خطر عظيم وأنه لا بد أن أتوب ولا بد أن أعود فحذفت رقمه وغيرت الهاتف وابتعدت والتزمت وتبت وأنا أفكر فيه ليلا ونهارا وأحبه ولا يغيب عن بالي أبدا بحث عني ووجد رقمي وعاد ليراسلني فقلت أنا سأراسله لأوبخه وأقول له لا تراسلني فقلت اتق الله يا فلان ولا تراسلني فقال أنا لا أستطيع أن نعيش بغيرك وأنا سأتقدم لك وأنا كذا فبدأ بكلامه المعسول يجرجرني قليلا وقليلا حتى عدت ورسلت وجلسنا نتكلم حتى قويت علاقتنا أكبر وأنا أشعر بضيق وأشعر بهم وأشعر أنني أخون أبي وأمي الذي أعطياني ثقة وأشعر أني في معسية عظيمة فقلت له لا يا فلان لا بد أن نبتعد وابتعدت حقيقة وهذه المرة كان الابتعاد أشد وأعظم فأنا حتى وأنا أصلي أفكر فيه حتى وأنا أذكر الله أفكر فيه فأنا أدعو الله وأستغفر في اليوم أكثر من ألفين مرة وأنا أدعو الله أن يبعده عن فكري وعن قلبي وعن حياتي ويأتي الشيطان ويقول لي أنت فقط تستغفرين ليرزقك الله وخرما أنت فقط تعبدين ليس حبا في الله وإنما لأنك بحاجة إلى شيء فعبادتك ليست نافعة وعبادتك ليست صالحة فماذا أفعل فيكاد التفكير يقتلني وأخاف أن أضعف وأعود لمراسلته مرة أخرى أولا يا غالية الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والحمد لله الذي وفقك لأن تغلقي هذا الباب ولا بد أن تعلمي أن الشيطان سيبقى خلفك لتفتح الباب مرة أخرى ولتعودي للمراسلة لهذا دائما أقول للفتيات من البداية إياك أن تفتح المجال لأحد إياك أن تسمح لأي شاب أن يراسلك من البداية كني صارمة خير ماذا تريد ماذا معنا أكون كلامي صارما مع الرجال لا أعطي ابتسامة لا أعطي كلاما لأن الشيطان لن يترك مجالا دون أن يدخل ويفسدك فأحسنت إذ بعدت وأحسنت إذ لزمت الاستغفار والتوبة فحاول يا غالية أن تصدق الله واعلمي أن الذي يتوب يتوب الله عليه وأن الذي يعود إلى الله حاشاه أن يرد كفي عبده خائبتين ثم هذا الشاب لو كان صادقا لو كان فعلا يحبك فكان سيأتي ويطرق الباب لكنه يأتي من خلف الباب يأتي من الشبابيك فاعلمي أنه كاذب فلو كان صادقا كان الأجدر بك أن تقول له هذا بيتنا وهذا رقم أبي فأتي واطلبني من أهلي فإن كان صادقا سيأتي إلى أهلك ويطلبك لكنه يظنك رخيصة لهذا كان يلف عليك فاعلمي أنك لست رخيصة وأن تقولي لنفسك هذه الذين تحب هذا الشاب قل له لماذا ترخصين نفسك والذي يأتي من الباب هو الذي يستحق حبي واحترامي ومشاعري أما الذي يأتي من الشارع فأنا لست بنتا من الشارع لأقبل بأي أحد فمن البداية هي غاليات لا تتهاون بأي رسائل لا تتهاون بأي كلام بأي نظرات مع زملائنا في المدارس مع زملائنا في الفصول أو في الجامعات لا بد أن أكون صارمة وأن أحمي قلبي من أي أحد يحاول الدخول إليه ثم أعلمي يا غالية أن المستغفر لا يخسر أبدا وأن الذي يتوجه إلى الله تبارك وتعالى يستحي العظيم أن يرد يديه صفرا خائبتين فإما أن يفوز بحاجته في الدنيا وإما أن يدرك ما أراد وإما أن يرفع عنه من البلاء مثل ما رفع فأنت تدعين الله سيرفع عنك هذا البلاء أو سيعوضك خيرا أو يدخره لك للآخرة فتحصلين على الأجر أضعاف ما كنت تتمني فأنت لا تخسرين أبدا بدعائك واستغفارك فالملك يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون فأكثر من الاستغفار والسجود لله الواحد القهار وعاملي هذا العدو عاملي شيطانك بنقيض قصده فإذا قال لك أنت تعبدين الله من أجل شيء قولي فضل ربي واسع وأسأله من فضله وكان بكم رحيمة إذا قل لك أنت تستغفري لحاجة قولي نعم أنا أستغفر الله ليغفر لي ويرحمني وليعطيني من واسع فضله فحاولي دائما أن تكون قوية وأن تكون صادقة بتوبتك وأغلق الباب وقولي والله لا أعود أبدا لمراسلته ولو كان صادقا لطرق الباب لكنه كاذب ثم عليك برفقة الصالحات وابحثي عن نساء تعينك على الطاعة وعلى حلقات الذكر وعلى القرآن وإياك وصديقات السوء إياك وصديقات المسلسلات إياك وصديقات الأغاني فهن اللاتين يجرجرنك إلى هذا المستنقعات وابدأي بحفظ كتاب الله وانشغلي بطلب العلم وادعي الله أن يرزقك الزوج الصالح وأن يزيل هذه المحبة من قلبك لأنك إذا كنت صادقة بتوبتك أبعد الله هذه المحبة ثم تذكري محبة الله عز وجل وقولي يا ربي أنت الأولى بالمحبة أنت الأولى بأن أتعلق بك سبحانك فتذكري عظمته وتذكري جنته وتذكري ناره وتذكري ظلمة القبر كيف ستدخلي في قبرك وتحاسبي عندها قولي يا ربي عت يا ربي تبت عندما أتخيل أني سأنزل في قبري وسأتعذب وسيسألني عندها أتوب وأعود فأقول الحمد لله الذي من علي بالتوبة قبل أن تأتني الموت قبل أن تأتي ساعة الموت بالحق قبل أن يأتي ملك الموت فأقول له ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فإياك يا غالية أن تضعفي أو أن تجعل للشيطان عليك سبيلا أخطأتي مرة وتبتن وأخطأتي مرتين فإياك أن تكوني يا غالية ممن ضعف وجعل للشيطان عليه سبيلا بل كوني قوية وغيري منهج حياتك كلها وكوني تلك المرأة الصالحة تلك المرأة الفالحة تلك المرأة التي يحبها ربها التي رضي عليها لأنها أخطأت وندمت وعادت واستقامت فربك يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ربك يعلم صدقك وإلحاحك فسيغفر لك وسيرحمك وسيعوضك خيرا ثم ألحي بالدعوات وقل يا رب ارزقني زوجا صالحا ارزقني زوجا يعينني على طاعتك يعينني على أن أعف نفسي أكثر من الدعاء وأنت ساجدة اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فصدقيني أن دعاء الليل وخاصة قيام الليل والدعاء في جوف الليل أنه سهام لا يخيب احرصي على أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة عند نزول المطر وأنت صائمة عند الإفطار بعد الصلوات اعملي أعمالا خفية وقل يا رب يا رب تقبل مني هذا العمل إن كنت تعلم يا ربي أن هذه الصدقة خالصة لوجهك فرج عني ما أنا فيه يا رب اغفر لي يا رب اهدني يا رب قلبي رده إليك وصدقيني إن علم الله فيك صدق توبة وفقك وأعانك ورزقك الزوج الصالح وابتعدي عن هذه المراسلات وابتعدي عن الشات فربك رحيم الرحمن يقبل توبة العبد إذا تاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته